بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام هذه الحلقة الخامسة من هذه الجلسات في علم التصريف نسأل الله عز وجل إن ينفعنا بها وينفعكم بها إنه لذلك والقادر عليه فتحدثنا في آخر الحلقة الرابعة عن موضوع الجوالب وانتهينا من الجوالب وبدأنا في الحديث عن ما بعد الجوالب ففعل بفتح العين إذا حضيت بجالب من الجوالب العسرة تبين حكمها أما إذا لم يوجد فيها أي جالب من الجوالب العسرة السابقة فما الحكم الحكم ذكر ابن مالك أنه بعد فقد الجوالب وعدم وجودها ننتقل إلى موضوع الشهرة فهذه الكلمة اشتهرت على أسنة العرب بالضم أو بالكسر فإذا اشتهرت بالضم فهي من باب نصر ينصر وإذا اشتهرت بالكسر فهي من باب ضرب يضرب قال المؤلف عين المضارع من فعلته حيث خلى من جالب الفتح كالمبني من عتل مثل بكلمة عتل وعتل منها الآية الكريمة فاعتلوه لا سواء الجحيم قلئت فاعتلوه وقلئت فاعتلوه صحيح أن اعتلوه هي فعل أمر وليست فعلا مضارعا لكن فعل الأمر في سائر في جميع اللغة العرب هو جزء من الفعل المضارع هو ناشي عنه كل جزء منه فلذلك ما صرف في الأمر يصرف في المضارع والعكس صحيح نعم فإذا لم نجد جالبا من جوالب الفتح ننتقل إلى الشهرة هذا هو الذي عليه جمهور أهل اللغة وبعض أهل اللغة ذكر أن ما لم يوجد فيه جالب من الجوالب أنه يصار فيه إلى التخيير بين الكسر والضم الكسر والضم نعم أما الفتح فلا قائل به بعض التصريفيين قال إنما أدمت فيه الجوالب يصار فيه إلى الكسر خاصة يصار فيه إلى الكسر خاصة ولذلك يقال في باب نصر عندهم ينصر وهذا المذهب ضعيف ينسب إلى ابن عصفور والذين يرون أنه يصار إلى ضم والكسر هذا هو الجمهور وهذا هو الصحيح هو الذي دل عليه لسانه العرب ولذلك قال الإمام بن مالك فاكسر أو اضم إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داعي معناه إذا فقدت الشهرة معناه لم يشتهر على لسان العرب بالضم وللكسر والداعي يقصد بها السبب معناه الجارب إذا فقدت الشهرة وفقدت الجوالب أنت مخير فأنت بالخيار بين الفتح والكسر الضم والكسر إن شئت ضمم وإن شئت كسر يعني الفتح هذا ما قال بيحد لا 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 وهذا بهذا نكون أنهينا الحديث عن الفعل المجرد فهذه هي حالاته فالفعل المجرد هو بنفسه إما رباعي وإما زلاتي والرباعي لا مشاحات فيه ولا خلاف فيه وهو مضطرد تفعل ولذلك فعل ولذلك قال ابن مالك بفعل للفعل ذو التجريد معناه الرباعي المجرد بنيته فعل أما الثلاث ففيه الضم فنقول فيه فاعل فاعل وهي الضم ونقول فيه مضارعها يفعل وهي مضطردة ونقول فيه فاعل ومضارعها يفعل بفتح العين وهي مضطردة أيضا ولها استذناءات تنقسم إلى قسمين ما صح فيه الوجهان وجهان فيه من احسن مع وغير توحر إلى آخره وما فيه الوجه الواحد وهو ورث وولي إلى آخره ثم بعد ذلك أتينا إلى فعل بفتح العين و جوالب ها العشرة جوالب الكسر و جوالب الضم ثم جوالب الفتح ثم بعد ذلك ننتقل إلى موضوع الشهرة ثم إلى الخيار التخير فأنت بالخيار إن شئت فتحت و إن شئت ضممت و إن شئت تشرت نعم نعم اتصال معناه نتحدث عن هذه المسألة بالضبط طبعا المؤلف لم يطل الكلام فيها كثيرا ولكن تحدث عنها وهي اتصال الضمير خاصة أو تاء الضمير أو نون الضمير بالفعل معناه الفعل إذا كان آخره تاء الضمير أو نون الضمير معناه تاء الضمير تاء الضمير يقصد به تاء الفاعل و النون معناه نون الفاعلين أو نون النسوة و لذلك سيتحدث بالتفصيل عن المسألة و أنقل لفاء الثلاثي شكل عين ذا اعتلت و كان بتل الضمار متصلة نعم و أنقل لفاء الثلاثي معناه نحن عندنا سنتحدث عن الضلاثي أولا معناه الفعل الضلاثي معناه لا نتحدث عن غير الفعل الضلاثي الفاعل الضلاثي إذا كان أجوف إذا كان أجوف معناه وسطه حرف علة ألف مادة و أنقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت معناه إذا كان عينه إذا كانت عينه الفعل معتلة معناه فيها حرف علة معناه الفعل أجوف نعم و كان بتل الضمار متصلة الشرط الثاني بعد أن نستوفي هذا الشرط هو كون الفعل أجوف معناه في حرف علة في عينه حرف علة ننتقل إلى الشرط الثاني وهو أن يتصل به تاء الضمير أو نون أو نون أو نون الضمير نون الضمير يقصد بها نون الفاعلين و نون النسوة و لم يبين أيهما و إنما قال نونه فلذلك الحالات الثلاثي ما يتصل به تاء الفاعل أو نون الفاعلين معناه نحن أو نون النسوة نعم قال أو نونه و إذا فتحا يكون فعنه اعتض مجانسة تلك العين منتقلة طيب هذا مثاله ما هو مثاله طال طال عينه معتلة صحيح عندما تقول عندما تريد أن تضيفه لنفسه طلت لماذا نقول طلت هذا لأن عينه أجوف عينه معتلة لكن لماذا نقول طلت و لا نقول طلت لأننا لأن طال أصلها طاولة 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 معناه هي واوية طاولة طاولة الواو هو حرف علة هذا حرف علة سنحذفه تاول و نون الفاعلين دائما في لغة العرب مطلدة تسكن يسكن الحرف الذي قبلها دائما معناه الفعل الماضي مطلد عند النحات أنه مبني على الفتح إلا إلا في حالتين من الحالتين تاول فاعل و نون الفاعلين إذا لحقته تاول فاعلين و نون الفاعلين و نون النسوة نفس الشيء لا لا ثاني هذا النقطة النحات قالوا أنه القاعد النحات عندهم أن الفعل الماضي يفتح دائما قام دخل خرج أكل شرب نام استيقظ دائما نعم باستذناء إذا دخله تاول الفاعل أو نون الفاعلين أو نون النسوة تقول في تاول الفاعلين دخلت و في نون الفاعلين دخلنا و في نون النسوة دخلنا في هذه الحالة فقط سنسكن الحرف الآخر من الفاعل الماضي لاتصاله بهذا لذلك دخل لماذا لا نقول دخلت لأنها ليست عينها ليست أجوف عينها ليست معتلا نعم لذلك نقول طال عندما تريد أن تضيف الفعل لنفسك الفاعل تقول طلت لماذا لأن أصلها طاولة طاولة طالت هي هكذا طالت لماذا؟ لأن اللام قطعا ستكون ساكنة لأنها فعل ماضي طالت الألف قبلها سيجتمع لنا ساكنان الألف واللام طالت لذلك سنحذف الألف و نقول طالت طالت نعم عندما نقول طالت نقول الألف الذي حذفنا كانت عليه الضمة لأن أصل الكلمة واوية لذلك سنأخذ هذه الضمة و نجعلها على الحرف فنقول بدلا من طالت طلت نفس الشيء طلنا طلنا نقول طلنا و طلنا قام ماذا ستقول قمنا قمنا قمت قمنا نفس الشيء يعني قاعدة مضطردة لكنها تمر بهذه المراحل بالضبط نعم هذه قامة تكون في واو يعني قوامة قمت أصلها قوامة قوامة نعم ولذلك تقول قمت قمت نعم بضم القاف لأنها كانت ستكون على الواو بس سكننا الميم نعم قمت صحيح لأنها لأنها نفس القاعدة لأنها اتصلت بالتائي الفاعل بس هناك تائي الفاعل لما قلنا طلت ولا سكننا اللام سكننا اللام مطلت طلت لا سكننا اللام نفس الشيء سكننا الميم نعم يعني هذه المسألة تبيانها وتوضيحها هي تداخل بين الصرف والنحو والنحو بين التصريف والنحو يعني إذا كان أجوف و كان متصب بتاء الضمير نسكن الحرف الوسط أو نسكن الحرف الذي قبل تاء الفاعل أو آخر حرف هو دائما دائما مهما كان مهما كان عند النحات لأن الفعل الماضي دائما مفتوح دائما مفتوح دائما مفتوح الأخير إلا إذا اتصل به تاء الضمير أو نون الفاعلين أو نون النسوة فإنه يسكن ما قبله يسكن إذا اتصل به يسكن الحرف الأخير بدلا من فتحه يسكن لكن هنا باب التصريف وضح لنا طرق وصولة السكون إليه هو وضح لنا الحركة التي على الحرف الأول هذه هي الثمرة كل ما قدمناها من أجل الحصول على الحركة على الحرف الأول لأن الحركة على الحرف الثاني هذه أخذ النحات نصيبهم منها والفعل فيه حرفان فقط طلت فيه الطاء واللام التاه هذا الضمير لا علاقة له بالفعل إذن لذلك هو قال وَنْقُلْ لِفَاءِ الثُلَاثِيِّ شَكْلَ عَيْنٍ إِذَ عَتَّلَّتْ وَكَانَ بِتَلْ إِظْمَانِ مُتَّصِلَةْ واضح فاء الثلازي معناوية طاولة هذا فعل الثلازي طاولة فاءها ما هي طاولة فاءها الطا فاءها الطا نعم أنقل لها أنقل لها عين إن اعتلت الحركة التي كانت على العين طاولة طاولة نعم وهي الضمة طبعا ستحذف حرف العلة لالتقاء الساكنين حذفته لقاعدة أخرى لكن ما يريدك أن تحدثه هنا هو الحركة تنقل تلك الحركة التي كانت على العين إلى الفعل طبعا هذا نفس الشيء في الياء إذا كان عين الكلمة ياء باعة ولا هذي باعة لا باعة هل تتوفر فيها لا هذه هذه أجوة فسط حرف العلة ماذا نعم لا باعة فتقول بيعته بيعته فنقلنا هي أصلها باعة صحيح باعة باعة فتقول بيعته نقلنا هذا باعة 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 نعم أو نونه وإذا فتحا يكون فعنه اعتض مجانسة تلك العين منتقلة واضح هذا واضح هذه القاعدة هل يتقصد في البيت الثاني وإذا فتحا يكون آه هذه مسألة أخرى معناه ونونه هذه تتعلاق من البيت الأول تمام إذا فتحا معناه نحن تحدثنا عن إذا كان أجوف الأجوف وكان أصله واويا أو يائيا معناه كان عين الكلمة كان واويا أو يائيا فننقل الحركة على الفاء نعم وإذا يكون فتحا فعنه اعتض معناه أنت الحرف الوسط الآن مفتوح الفتحة التي تكون معناه الألف هنا ليست عليه ليس عليه لم يكن مضمما ولم يكن مكسورا شاء هذه الحركة ستنقلها إذا نقلت هاي للحرف الأول لا معنى لأن تفتحه لأنك تنتقل من الفتحة إلى الفتحة لماذا هذا بخلاف طالة طالة كانت الطاء مفتوحة وأنت الآن ستضمها باعة كانت الباء مفتوحة وأنت الآن ستكسرها أما شاء هي مفتوحة فهي مفتوحة إذا ماذا ستفعل تنظر إلى ما جانس تلك الحركة التي انتقل عنها حرف العلة فحرف العلة في شاء أصله ساكن أصله المفتوح أصل الشاء أصلها والفتحة لا فائدة من نقلها عن الياء لتجعلها على الشين لذلك ماذا ستفعل ستنظر الحركة المجانسة مجانسة مجانسة تلك العين العين معناه الحركة المجانسة لعين عينه عينه ما هي الياء صحيح؟ الحركة المجانسة للعين ما هي؟ الكسر الكسر لذلك ستقول شي تو شي نا شي نا تقنية أصلها شي مفتوحة العين الأصل فيها مفتوحة العين نعم أيضا نفس الشيء منها مثلها سماء لا لا سماء لا مهاجي نعم هاب هابه هابه أصلها هاياب هاياب نعم الياء الحركة التي تجانسها هي الكسر دائما هذه قاعدة مضطردة لذلك تقول هبتو كيف نعرف آه عندما تصرفه نعم عندما تصرفه دائما تأتي بالمصدر أو تنسبه لنفسك ستتبين هل هي نفس الشيء أنت مثلا دعاء كيف نعرف هل هي واوية دعوت أو هي تقول دعوت تأتيك الواو فإذا تعذر مجيء الواوي لك ستأتيك الضمة نعم إذا لم تستطع على الأقل الضمة والضمة يجانسه معناه أنها واوية أو الكسر معناه أنها هيائية نعم نقرأ قال من أبنية الفعل الفعل المزيد فيه كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع والى وولى استقام حرنج من فصل وفعل ذا ألف في الحشو رابعة وعاليا وكذا كهبيخ اعتدله تدحرجت عضية طح لولا اسبطر توالى مع تولى وخلب السنبس اتصل طيب نعم نحن الآن انتهينا من الفعل الثلاث والرباع المجرد معناه غير المزيد غير المزيد وذكرنا أن المزيد لما سألوا سبويه عن المزيد عن الأحرف المزيدة في الكلمات قال لهم سألتمونيها قالوا نعم قال قد أجبتكم عنه هذه الأحرف الآن احتجنا لها حاجتنا لها بدءا من حديثنا الآن نعم فسألتمونيها السين والهمزة واللام والميم والواو والنون والتاء والياء إذن كم سألتمونيها إذن سألتمونيها هذه هي الأحرف الزايدة هذه صيغها كثيرة جدا صيغ زيادة كثيرة جدا لكن نحن دائما جميع الأفعال عندنا الفعل الفعل الأصلي معناه المجرد لا يزيد على أربعة ولا ينقص عن ثلاث هذا هو الأصل لا يوجد فعل في لغة العرب أقل من ثلاثة ولا أكثر من أربعة الفعل الأصلي معناه من غير الزيادة إذا زدناه في الرباع لن يزيد على ستة معناه سيزاد بحرف وحرفين خمسة أو ستة خمسة أو ستة وفي الثلاث سيزاد بزلاثة أربعة أو خمسة أو ستة معناه سنجد كل ذلك بالنسبة للرباع ومنتهاه أربع إن جرد وإن يزد فيه فما ستة عدا هذه قاعدة ومنتهاه أربع إن جرد معناه المجرد منتهاه أربعة أحرف وإن يزد فيه فما ستة عدا معناه لين يتجاوز ستة أحرف طيب نبدأ بالرباع دائما لأنه أقل تعقيدا طبعا يتميز هذا الباب عن الباب الذي قبله بسهولة الفعل المضارع فيه مضارعه سهل جدا لكن أوزانه كثيرة والذي كان عندنا أوزانه قليل جدا لكن لكن كم عنده من الله يعني كثير جدا لذلك الحمد لله الذي لم يجمع علينا صعوبة الأمرين يذكرون أن أميرا من الأمراء كان شديدا على رعيته ومرة أراد أن يفخر عليهم وقال لهم منذ أتيتكم ما جاءكم الطاعون فقالوا له الله أرحم من أن يجمع الطاعون معك أيضا نحن الحمد لله أهل التصريف لم يجمعوا لنا صعوبة الأمرين فأبنية الفعل المجرد أبنية الفعل المزيد سنتحدث عنها في الرباع أولا الرباع إما أن يزاد بحرف واحد أو بحرفين لأننا ذكرنا أن الزيادة ننتزد على ستة ومنتهاه وأن يزاد فيه بما ستة عداء قالك أعلن الفعل يأتي بالزيادة مع ولا وظل استقام حرنج من فصلا نعم بالنسبة للمزيد الرباعي إما أن يكون على وزني فعلل تفعلل نقول فيه تفعلل تدحرج أو فعلل أو يفعلل ف كأعلم معناه أعلم هذه الزيادة واضحة الفعل المزيد طبعا العرب تزيد في الفعل لمعنى غالبا تزيد فيه لمعنى هذه الزيادة في الفعل العرب عندهم قاعدة يقولون العرب كلما زادت النحاة أقصد يقولون أو أهل اللغة يقولون العرب كلما زادت مبنى زادت معنى معناه عندما يزاد في بنيانها حرف سيزاد في معناها مثلا الضيف معناه الضيف الذي يأتيك تارثا يتبعه بعض الناس لم تدعهم هذا في اللغة يقال له الضيفن نعم زيدت فيه النون يقولون بما أنه زاد في الدعوة ولم يدعى زادت له العرب أيضا نونا زيادة فيقال له الضيفن الضيفن جمعه ضياف فهي يعني معروفة في كلام العرب أن كلما زادت مبنى زادت معنا ولذلك حتى موضوع الترادف مثلا في اللغة هل هذه الكلمة ترادف هذه الكلمة بعض أهل اللغة يقولوا أن الترادف المطلق غير واقع لكن يلمح في هذه الكلمة معنا لا يلمح في هذه علم ثلاث وأعلم ربعي طبعا الأحرف هذه المزيدة هي في الفعل المضارع دائما النون والهمزة والياء والتاء بعضهم يجمعها بنأتي وبعضهم يجمعها بنأيت فوالا من الموالات فالفعل والا وول ول معناه رجع استقام هذه استفعل طبعا دائما هذا لكل منه معنى مثلا استقام استفعل دائما تأتي بطلب الفعل استغفر استنهض استعان استعان معناه إذا طلبت الفعل تأتي بالألف والسين والتاء في افتتاحه استغفر من غفر أصل الفعل غفر لكن عندما تريد أن تسأل الله عز وجل للغفرانة تقول استغفر معناه أطلب المغفرات من الله أستعين معناه كلمة عون أطلب العون عان عان يعين تقول أستعين هكذا حرنجمة هذه أيضا من الأفعال من الفعل الرباعي فتأتي حرنجمة معناه إفعان للا إفعان طبعا هي كلمة فعل هذه الأحرف الثلاثة ستزيد فيها دائما باختلاف هذه الصياغ والأوسان ثم تحدث عن فعل لذا ألفين العرب عندهم انفصل يعني انفعل وإحرن جمع إفعان للا إفعان للا وانفصل انفعل وفعل وفعل ذا ألفين في الحشو رابعة هو هنا جمع لنا فعل وفعل معناه ذا ألفين في الحشو رابعة معناه فعل فعل طبعا الإفعال لهذه الكلمة لا يستطيع أحدنا أن يأتي بها في الشعر هو جابة ما شاء الله لا هو أتى بها لكن ليست بالكلمة يعني هي أصلا لا تتماشى مع العروض معناه عروض قوانين الشعر العرب إفعال لا يمكن أن يؤتى بها فيه ولذلك قال لك وفعل نفسها ذا ألفين معناه فعل في الحشو رابعة وعاريا معناه مع الألف وبدون الألف فعل أفعل إفعل إحمر إصفر إخضر بعض أهل اللغة يقول أن الفرق بين معنى إفعال وفعل أن فعل تأتي للون الثابت وفعل تأتي للون المتغير معناه الذي يأتي ثم يذهب تقول مثلا إصفار وجهه خوفا يعني لم تعود فيه قطرة دمي من شدة الخوف أو إحمر وجهه خجلا هذا بيروح الحمر معناه يأتي ويذهب أما أحمر ممكن أن يذبت وكذاك هبيخ هبيخ معناه يقولون في الميتة الجيفة إذا انتفخت هبيخة والصبي إذا ضخم وسمنا وقال له هبيخ الصبي هبيخ اعتدل هبيخ هبيخ على افعل للا افعل للا نعم اعتدل اعتدل معناه الاستقام و نعم اعتدل على افعل أيضاً هبيخ افعل لا اعتدل اعتدل ماذا افعل افعل اعتدل افعل لا افعل لا نعم نعم و ايضاً اهبيخ افعل اه افعل افعل لا قال تدحرجت نعم تدحرجت تدحرجت معناه سقطت من من ال طبعاً هذه الكلمات كلها اذا اردت ان تعرف صغتها ووزنها بالضبط تقيس الحروف على الحروف معناه الحركات على الحركات من الفعل تارة تأتيك فعل لا تارة فعل تارة فعال لا تارة ليش اعتدل بهذه الامثال يعني اعتدل بهذه الامثال يعني عدم اجتهارها ولا لا لا هذا الاشكال ان هذه الكلمات كلها مضارعها سهل لكن هي نفسها صيغها كثيرة جدا معناه ابنيتها كثيرة ابنية الفعل المزيد كثيرة 46 ولكن مضارعها سيتضح لنا انه سهل جدا نعم قالت تدحرج عضيطة تدحرج نقول دحرج الكرة إذا اسقطها مثلا من الأعلى و يذكرون أن يذكر ابن الجوزي عليه رحمة الله في أحد كتبه المسمى الحمقى والمغفلين أن رجلا كانت تضربه زوجه دائما ويكتم ذلك عن جرانه خوف العاري فمرة رفعته من السلم وسقط تدحرج فجاءه أحد جيرانه ويعرف أن زوجه تضربه لكن يريد أن يقر بذلك قال له ما لرأيتك البارحة تتدحرج ما الذي تدحرج على سلمكم الليلة البارحة كأنه صوت قوي قال له تلك ذياب قال لا لا هو أقوى من ذلك قال أنا كنت فيها يعني تدحرج معناه أنه سقط من الأعلى وبدأ إحلول إحلول من الحلاوة نعم وهي ضد المرارة إسبطرة فإحلول قال له فعو على إحلول نعم قال إسبطرة من الأفعال أيضا إسبطرة إسبطرة وقالوا للشيء إذا امتد وطال وقالوا له إسبطرة إذا امتد وطال وقالوا له إسبطرة نعم قال توالى معتولى معتولى نفس من الموالات والتوالى يعني التتابع نعم التتابع وتفاعل يعني انصرف أو صح تفاعل توالى تفاعل ولذلك التتابع يقتضي التفاعل نعم قال تولى نعم تولى أيضا تفاعل وخلبس خلبس تقول خلبسه بمعنى لبس عليه وخدعه طبعا تقرأ خلبس سمبس هذا يقال له الإدغام الكبير خلبس سمبس نعم و لذلك يقول الشاطبي ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمر البصري فيه تحفل يعني أبو عمر البصري يدغم لإدغام الكبير إذا توالى حرفان حرف في آخر الكلمة ساكنا من نفس جنس الحرف في أول الكلمة يدغمه فيه ويسمى الإدغام الكبير وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض نعم سمبس معناه إذا تحرك ونطق نبس معناه تحرك ونطق كان الجن ينبس بانتشفه لا ينبس بانتشفه نعم سمبس اتصلا اتصلا هي تتميمته فقط ليست قال وحبنط حبنط هذا مرض يصيب الإبل فتنتفخ منه بطونها الحبط ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن الدنيا الناقة التي استقبلت ذريطة وبالت نعم قال حوان صلى حوان صلى لا هذه الطير عنده حوصلى في لا في يعني تقوم مقام المعدة عند الإنسان هذا لا إذا ذنى عنقه تبينت حوصلته نعم نعم تمسكن معناه أظهر الضعف والمسكنة منه المسكين فالمسكين هو الذي بعض أهل العلم يقولوا إن الفقير والمسكين بمعنى واحد وبعضهم يقولوا إن الفقير من بانت فقرات ظهره من الجوع فليس عنده قوت يومه والمسكين ومن سكنت يده عن الكسب ولم يكن عنده وقوت سنته أيضا نفس الشيء بالنسبة للجوربين الجورب أيضا يلقال له في القدم نعم في القدم الجورب معناه الجوارب الخف الذي تلبسه طبعا الخف غير الجوارب الجوارب الخف مثلا في الصلاح الفقهاء كثير منهم يشترط فيه أن يكون من الجلد وما الجورب فلا يشترط فيه ذلك قال هرولت مرتحلة هرولة معناه أسرع في المشي طبعا المشي عندنا الخبب والهرولة ومن ذلك حديث الحديث القدسي ومن أتاني يمشي أتيته هرولة لذلك الهرولة هي الإسرع في المشي نعم قال زهزقت زهزقت تقال لكثرة الضحك قال له زهزقت القمت القمت معناه ابتلع اللقمة وأكدها قال رحمست منها أيضا رحمست معناه إذا وضعت الشيء في الأرض في طباق الأرض تقول رحمست داخل الأرض تدفنه فيها من الموت الرمس لأنه يرمس صاحبه سمي الرمس رمسا لأنه يرمس صاحبه بمعنى يغطيه كوالا كوالا نعم كوالا كوالا معناه قصر كوالا الشيء معناه قصر قصر نعم قال ترحشفت ترحشفت معناه إذا رشف المائعة أو السائل وقال له ترحشفت منها أيضا إجفاء الض إجفاء الض تقال للشخص الذي قرب موته أشفاء على الموت قال له إجفاء الض إجفاء الض نعم إس لهم إس لهم منها أيضا من الأفعال من صيغ الأفعال إس لهم معناه قل لحمه ورق يعني إذا كان قليل اللحم يقال له إس لهم الشخص النحيف مثلا نعم وقطرا قطرا على بركة الله قطرا الجمل نعم ماذا قطرا الجمل لا قطرا الجمل معناه لبده بالقطران القطران نوع من الله نوع من الحبوب يصلح به الماء قديما وتعالج به أيضا الدواب إذن على بركة الله نقف هنا إن شاء الله تعالى عند قطرنا الجمل نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه ولي ذلك والقادر عليه نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله موسيقى